مقاط على الحروف حجر بري وبركة الرئاسة الراكدة تحت عنوان خيط بغيرها المسل دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المراهنين على انتزاع المبادرة الرئاسية التي يمسك بها بموجب صلاحياته الدستورية من بين يديه عبر التهويل بالعقوبات الأمريكية إلى الإقلاع عن رهاناتهم ملقما حجرا للوشاة الذين يتخيلون ويتوهمون ويبنون قصورا في الأحلام ليعود بعد حسم هذا الجزء الخاص بإقفال حساب جانبي إلى الحساب الرئاسي الرئيسي ومضمونه إطلاق مبادرة محددة تسعى لإنتاج رئيس في شهر أيلول وتستثمر على ما تبقى من هيكل عظمي للمبادرة الفرنسية يتمثل بعودة أخيرة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان أيف لدريان دون مضمون محدد لمهمته سوى فكرة حوار في مجلس النواب لأيام محدودة وعنوان محدد هو الرئاسي هنا يمسك بري بهذه المبادرة الشكلية فيزوجها لمبادرته عارضا ضمنا على لدريان أن يربح فرصة نجاح بدل الفشل المحتم فيعلن بري الاستعداد إذا قبل الحوار المحدد بسبعة أيام في مجلس النواب لأن يقبل هو بعقد جلسات انتخاب متتابعة حتى انتخاب رئيس كما يطلب الخصوم الذين رفضوا دعوة لدريان وسبق أن رفضوا دعوات بري السابقة للحوار وقالوا إنهم يتمسكون بالدعوة لجلسات انتخاب متتالية عمليا يوجه بري حجرا واحدا نحو عدة عصافير فهو يظهر لفرنسا أنه وضع في خدمة إنجاح مهمة مبعوثها الرئاسي ولإنقاذ مبادرتها وهيبتها من الفشل المحتم تنازلا يفترض أن المطالبين به لن يفرطوا بفرصة الحصول عليه حتى لو كان الثمن حوارا لسبعة أيام يستطيعون أن لا يقبلوا فيها ما لا يرضيهم ويحتفظوا بالنتيجة التي طالما حلموا بها وفقا لمنطقهم وهي الدعوة لجلسات انتخاب متتابعة حتى ينتخب رئيس وإذا كان العصفور الأول فرنسيا فالعصفور الثاني أمريكي فهذه المبادرة لأيلول تسرع الاستحقاقات فإذا كان الأمريكي يريد الفراغ فهو لن يلاقي بري في منتصف الطريق لكن إذا كان الأمريكي لا يريد الفراغ فهو سوف يلاقيه وإذا كان لديه مرشح كما يقال وأنه قائد الجيش كما يقال أيضا فهذا يعني أن الأمريكي يجب أن يفعل أمرين الأول أن يتجند لتسهيل قبول مبادرة بري لأن ترشيح قائد الجيش يحتاج أكثر من غيره إلى الحوار قبل جلسات الانتخاب سواء لجهة مبدأ تعديل الدستور أو لجهة تجميع الأغلبية اللازمة لانتخابه والثاني هو تسريع تنظيم صفوف الكتل النيابية المحسوبة قريبة من الأمريكيين والتي تصطف وراء خيارات رئاسية أخرى أو تصطف تحت عنوان رفض الحوار والتمسك فقط بجلسات متتالية وهنا يأتي دور العصفور الثالث وهو محلي بثلاثة أجنحة الجناح الأول هو الكتلتان الكبيرتان المؤيدتان للحوار من خارج الاستفافات الرئاسية الصلبة أي كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني للانضمام النشط إلى المبادرة وبدء التفكير الجدي بالخيارات الرئاسية في قلبها لأن الوقت لم يعد متاحاً للمناورات فهناك جلسات انتخاب متتالية فتتراجع المجالات الرمادية ويرجح أن يبقى في التداول ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجي مع وضعية ضبابية عن ترشيح قائد الجيش وهنا دعوة لهاتين الكتلتين التي تحرصان على أولوية إنهاء الفراغ الرئاسي إلى إحداث نقلة في الموقف تتناسب مع هذا الحرص الجناح الثاني هو كتلة المواجه التي تضم 31 نائباً رفضوا مبادرة لودريان للحوار كي تظهر هذه الكتلة حقيقة موقفها مع تراجع حظوظ السير بمرشح تجمع له أغلبية تحت شعار التقاطع كما حدث في رهانها على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فهل سوف تختار الفراغ على فرصة رئاسية جدية لسليمان فرنجي يمكن أن يسبقها تفاهم مطمئن؟ وبالتالي هل تتمترس وراء رفض الحوار رغم تحديده ببند واحد هو الرئاسة ووضع سقف زمني له هو أسبوع وجعل خاتمته جلسات انتخاب متتابعة ليس لأن الحوار مرفوض عندها بل لأن الجلسات الانتخابية المتتابعة بعدما كانت مطلباً باتت تتسبب بالقلق؟ الجناح الثالث هو كتلة التيار الوطني الحر التي تخوض حواراً مع حزب الله وتخوض مواجهة سياسية إعلامية لا تهدأ بوجه الرئيس برري سواء تحت عنوان النفط والغاز أو تحت عنوان تشريع الضرورة الذي رفضت المشاركة في آخر جلساته أو سوهما من العنوين وهنا تقول مبادرة برري للتيار إن برري غير معنى بأي حوار آخر وأن بإمكان التيار الاستناد إلى حصيلة حواره مع حزب الله بتاريخ الاستحقاق الذي تتحدث عنه المبادرة لأيلول لاتخاذ قرار رئاسي مناسب سواء من حيث المبدأ برفض المبادرة أو قبولها أو من حيث التفصيل في مضمون الموقف من الحوار ومن التصويت ولمن في جلسات الانتخاب المتتابعة استجمع برري حنكته ومهارته ورمى حجراً في بئر الركود الرئاسي ترجمة نانسي قنقر